السلام عليكم خوتي وشراكم لا باس بخير يا خوتي خبر محزن كما را كنت شوفوا الجاردة هذه الجزائر واحد العلم عند الله هنا قالوا لي مقبيل وحوس حوس حوس ما لقيتش دخلت حتى الفيسبوك تاع ابن الرحمة ما لقيتش دخلت التويتر تاعه ما لقيتش ولقيت هاد الجاردة راه يتهدر عن وفاة اب سعيد بن الرحمة يا خوتي واذا كان الخبر هادا يا صحيح بون لازم يكون صحيح برسقو جاردة حتى وعربية وكذا كما قلت احنا الجرائد بزاف يكذبو كذا بصح في عمر كما هادا تعوافات تبلغ وفاة جاردة رسمية تبلغ عن وفاة اب سعيد بن الرحمة ما شكيتش هدي اللي يكذبو فيها ولا احنا يا خوتي ندعولو بالرحمة وندعولو وربي يدخلو فاسيح جينانه وكما قولون ادعولو بالرحمة يا خوتي ادعولو 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 واش تحبو يا خوتي قدر الله ما شاء فاعلو والموت كلنا رايحين لها يا خوتي وربي يربي يرحمو ربي يرحمو يا خوتي وانسان يموت كما دكا يحتاج 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 الدعاء ويحتاج كما قولون ندعولو بالرحمة يا خوتي وتعزي العائلة بن الرحمة والتانيك بن الرحمة خوتي ومنساش تاني خوتي كان كما قولوا صاحبنا هذا يا يما رح تدير عملية وانسيت درت دي جافة في البوص عندها يومين راهوا يطلب منكم باش تدعولو اليماء على عمليات كن ناجحة وربي يرحم اي مسلم يموت وربي كما قولوا يشفي اي مسلم الامة الاسلامية وامة هاتونا كلهم يشفيهم وخبر محزن على كل حل الله ساعد بن الرحمة يا خوتي وكما قولوا هذي اقدر الله هذية كنا كلنا اله هاراجعون فهمتو خوتي والموت وحده هذية خوتي ما نطوش عليكم خوتي والله غير المورا شوية طاح المهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته